بلدنا متميزة جدا بالتنوع الجغرافي يعني عندنا تنوع جغرافي مش موجود في حتة يعني إذا أنت عندك نيل وعندك بحر وعندك شمال وعند الجنوب وعندك شرق وعندك غرب فأنت عندك حضارة إحنا النهاردة مثلا في مدينة سهاج الجديدة والحديث عن تنمية الصعيد وجماله والعظمة بتاعته وكمان عزة أهل الصعيد وكرمهم الصعيد مش بس على فكرة عداته وتقاليد لكن كمان بيتمتع بقى بثقافة شعبية خاصة جدا هنشوفها في الأكل أيوة الأكل المشهور في الصعيد بنسمع ساعات كده نسمع حاجات مين فينا ما شافش ولا ما سمعش عن العيش الشمسي وأهل الصعيد بقى يقولك إيه لا 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 استنى بس ساعة العيش الشمسي ده لما يلاقيه شوية جبنة وده أجمل حاجة العيش الشمسي ده من أيام الفرعنة يعني يشوفوا بقى من أيام المصري القديم والنقوش تقدر ترجع لها وتصفها على جدران المعابد وطبعا اتعلمنا ده منهم أصلا ثقافة الأكل من أجدادنا وإزاي المصري القديم استفاد جدا من البيئة اللي هو كان عايش فيها وشكل منها بقى أصناف وأطباق وأكلات علشان تمشي مع طبيعته مع بيئته الزراعية مع المنتجات اللي عنده كل ده لحظه كمان أكتر مؤرخ هريدات بعد مزار مصر الفرعونية قال لك إيه؟ قال لك إيه الحكاية قوة أجسام المصريين القدماء وصحتهم تعود إلى طبيعة أكلهم ودي حقيقة أنت لما بتسوف العمال المصريين المهرة اللي بيشتغلوا شوي طبق الفول الحلو ده شوية العيش البلدي أو شمسي أو هنعرف في كل محافظة بيدي طاقة وقوة حقيقية وإيه الأكلات دي بتاكلها كل الطبقات في مصر أكلة شعبية جدا العيش في مصر مهم حتى عندك يقول لك إيه؟ يا عم ده أكل العيش فالعيش عندنا ده حاجة أساسية في تراثنا وعاداتنا مصر حقيقة بتتمتع بشخصية حضرية وبشخصية ليها كده شيء كده مميز وأكلاتها الشعبية التراثية كمان نقدر نقول عليها كلها مأخوزة من طباع وتقاليد وعادات محيطة بنا وده من توفر المحاصيل الزراعية اللي عندنا والسروات يعني لما كان عندنا مشكلة في الأمح نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية بدأنا نفكر طب يا عم نجيب الشعير بتاعنا احنا برضو أهل الشعير وممكن نعمل بحاجات تانية عندنا الحقيقة كنوز زرعية وعندنا ثقافة ومعلومات كتير كل ده موسق بقى فيهن دلوقتي في بحث علمي وده عجبني جدا أكاديمية للبحث العلمي بتقوم بتسجيل كل المعلومات فأول موسوعة أكاديمية للأغذية المصرية الشعبية حد هيقول لي إيه؟ موسوعة أكل أغذية أيوة وأنا من رأيي أنه الموسوعة دي لو اكتملت للنهاية ملفت كل المحافظات حنرجع بقى الشيف فلان والشيف علان مدل بقى ما يديني طبخة معرفش بالإيه إيش فرنسوي إيش سويسري إيش من بلد هنا هنا طب ما أنا أكل من بلادي أكل من المحافظة دي على المحافظة دي وكله من خيرات مصر خليني أبدأ الكلام لأني أنا متشوقة وجوعة أصلا من كتر الصور الحلوة اللي أنا هوريها لكم وجوعتوني بالمنظر أنا عايزة بس مخرجي عمر يشوف الصورة الحلوة دي بصوا الموسوعة قد إيه بصوا قد إيه الموسوعة دي الموسوعة دي بتقول إن أنا عندي علم تاريخ صور عادات وتقاليد أستأذن بس حضرتك إن أشكرك جدا على الاستضافة وفرصة برضو إن أهني أصدقائي وأخواتي المسيحيين بعيد الميلادي المجيد ومن حسن الطالع زي ما قلت لحضرتك من ثواني إن فقامة الرئيس النهاردة كان في سهاج وبيفتتح وبيورينا قد إيه عظمة الصعيد إحنا موسوعتنا الحمد لله بدت بأول محافظة كانت من الصعيد مشروعنا هو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي بعنوان موسوعة الأغذية الشعبية المصرية واسمحيلي برضو أشكر الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي هو اللي ادانا الدفعة هو اللي وصق فينا هو اللي حفزنا لأن العمل ده كان حلم من أحلامنا وإحنا صغيرين من زمان إحنا ما عندي ناشن موسوعة دي طب قولي يا دكتور يعني أولاً يعني إيه اللي خليكم تبدأوا من إنا أو جنا زي ما بيقولوا إحنا عاملين حسابنا أن إحنا بنلف كل محافظات مصر فبدينا بمحافظة إنا لأن إحنا برضو كانت عندنا مشكلة أساسية إزاي نوصل للبيوت برضو برضو لازم أوضح حتة مهمة قوي إن الكتاب اللي في إيد حضرتك ده مش كتاب طبخ إحنا ما بنقولش ده تاريخ بنتكلم في التاريخ من أيام الفراعنة لغاية لما نوصل لمصر الحديثة بنتكلم في الجغرافيا كمان بنقول الجغرافيا بتاعتنا إن كل بيئة ليها أكل معين البيئة السحلية البيئة الصحراوية إذا ما حالك قلت من ثواني إن كل بيئة لها بتفرز أكل معين إحنا برضو بنتكلم على القيمة الغذائية للمنتج فإحنا بنروح كل محافظة إحنا رحنا حوالي أكتر من عشر محافظات بدينا بمحافظة إنا سجلنا فيها معظم أكلاتهم الشعبية هناك العيش الشمسي البتاو الفايش كل الأكلات كل الحاجات دي آه طبعا طيب أنا حنقل السؤال لدكتورة نيهال وعلى الشاشة زي ما أنت شايفة واضح ده إحنا كده في جينة زي ما بنقول في إنا وده العيش ده حضرتك تشرحلنا إحنا شايفين إيه أو ده فتة كمان بالنسبة للفيديو اللي قدامنا ده ده هي أول زيارة لينا كانت لمحافظة إنا والحقيقة نحنا إنا بدأنا بيها خلينا نكمل على كلام دكتور ماجدي لأن إنا أو الصعيد بوجه عام احتفظ بهويته في موضوع الأكل بالذات بشكل كبير جدا رغم أنه هو اختلط بثقافات أخرى لكن فضل محافظ على الهوية بتاعته فالسبب ده لقينا أنه في أكلات بتاعته ممكن تكون ممتدة من التاريخ القديم لحد العاصر الحقيق يعني مثلا ده تاريخ قديم هو نفس العيش اللي شفناه على المعابد بالضبط إحنا لما بنرجع حتى للصور يعني طبعا المعابد أو الجدران المعابد عليها نقوش ورسومات كتير قوي بتدينا يعني رؤية أو نظرة لمحة عن الأكل بتاعهم كان شكله إيه هنلاقي أنه في حاجات كتير قوي بيلاقوها في المقابر بتاعت الفرعنة أو في المعابد بتاعتهم ليه علاقة بالعيش ده وفي عينات منها محطوطة في المتاحف سواء في المتحف الزراعي الموجود هنا أو في المتاحف الموجودة أو في المتحف المصري كمان موجودة وحتى خارج مصر في عينات كتير جدا متاخدة من الحاجات دي فهنلاقي مثلا أنه العيش المخمر أو اللي هو بيدخل فيه خميرة اللي هو ده نموذج منه الصورة السابقة ده بدأ في مصر فكرة التخمير أصلا بدأت في مصر فطبعا امتداد ده بيتطور مع مرور الزمن لكن البداية بتاعتنا هي من مصر الأشكال المختلفة اللي احنا شكفنا دي ده طبعا المطبق اللي هو زي الفطير المشالتت عندنا صورة الفطير المشالتت ما عايز أقولك بسلا المطبق ده موجود في السعودية يعني هل هو متاخد من عندنا ده حاجة تانية برضو بيحطه فيه بيد ولحمة حاجات تانية يعني زي الفطير مش هلتت بالزبط بس على شكل مستطيل ده الفطير بتاع السعيد ده تمام كده غير اللي هو موجود في المختلف فارس في المحافظات الأخرى بالزبط طيب أنا هرجع هنا برضو يعني أسأل الدكتور مجدي يعني هي فكرة انه وهيريدات قال المصريين كانوا بيدوروا على الأكلات اللي تديهم طاقة واللي قدروا يشتغل ومصري القديم كان بيشتغل بيشتغل يا إما في الزراعة أو حتى كان بيعمل المعابد بتاعته أو بيعمل الأشكال فأعتقد كان محتاج دايماً طاقة كان محتاج طاقة إحنا برضو سجلنا إن فيه الأمح نفسه كان ليه موصفات خاصة شديد سيديد الصلابة زي ما إحنا عارفين برضو كان المصري القديم اللي بنى الأهرامات اللي بنى المعابد كان إيه أكله كله كان أكله يا عيش وإيه جنبيه بصل جنبيه جبنة والعيش ده رئيسي ده كان أساسي وهو ده اللي احنا مشهورين جداً به يعني هتلاقي بالنسبة للدولة العربية أو هنا احنا مهتمين جداً بالعيش يمكن بلاد تانية زي الصين اليابان بيهتموا أكتر بالرز في غيرنا فإحنا الحمد لله مصر فعلاً أم العيش يعني ده بالنسبة لنا حجر زاوية ده لقيتوه في كل الأماكن ده في كل الأماكن طيب أنا عايز أرجع للتسجيل بقى إحنا دلوقتي أمام موسوع فإحنا أمام علم مش مجرد كتاب طبخ ووصفات من ست محسين أو كده إحنا أمام علم إزاي بيتم تسجيل ده في موسوع تمام إحنا أول حاجة بنبدأها بننزل بنفسنا على أرض الوقع لازم ننزل للمكان نشوف ظروف البيئة لأنه طبعاً زي ما حدك عارفة تجربة الطهية تجربة خاصة يعني هي مش بحط ده على ده بيطلع ده لا بيدخل فيها الأدوات بيدخل فيها ثقافة الإنسان اللي موجود بيدخل فيها المادة الخامل اللي موجودة في البيئة دي صح كل التجربة الحياتية بتاعة الناس اللي عايشين في المكان ده بتخرج في صورة الأكلة فلازم عشان نوصق أكلة لازم نكون موجود في معاقلها أكون موجودة أعرف وألمس المنتجات بالضبط يعني إذا كان يبقى هو ده الأمحة أو ده الشعير بالضبط يعني أياً كان بدقيق يعني أشوف كل الأدوات إحنا حتى في نمازج الخبز مثلاً أنا موصقة في الموسوع الأولى إحنا مركزين على الملمس بتاع العجينة نفسها لأنه من عجينة لعجينة من عملية تخمير لعدم تخمير من فردة معينة من استخدامها ده معينة الملمس بيختلف لا وأشكال الخبز يعني نفسي برضو زملائنا كده لو نشوف الصورة لو عندك صورة للخبز زي الموجود في حد يعني من بيقولي في حاجة اسمها الأبوري الأبوري القبوري 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 ده إحنا رصدناه في البحر الأحمر في القصير وموجود برضو في حلايب وشلاتين وغيره قبوري الحقيقة لا أتشفي حرك ده اللي في التلفية ده اللي موجود في الفيديو ده القبوري ده القبوري القبوري ده نموذج حي لإزاي الإنسان المصري اتفاعل مع بيئته علشان ينتج عيش طعمه حلو وشاهي بإمكانية البيئة ويعيش معاه كمان لأنه هو كان ليوم للخبيث ده في كل المحافظات حضرتك شوف الإيد بتاعت اللي بتاعجن حاجة فوق الجمال أنا كان نفسي الإيد دي نحطها على الأخلاف الموسوعة أيوة صح وعدنا نتكلم فيها مدة طويلة طب نحط إيه بتاعك وهنا ده الفرن ده على الحطب أو على الرمل ده رمل هو ده اللي بكلم حضرتك فيه احنا هنا نموذج حي مفيش صاجة مفيش صاجة ده على رمل بتسخن الرمل الأول بتسخنوا الحطب اللي هم مجمعينه طب ما بتخافش ان التراب حييجي عليك أنا عاوز أقول لحضرتك ده صورته هنا في الموسوع حاجة منورة جدا هو بيتنظف بعدك طبعا بيبقى فيه تراب لكن بيتنظف بسكينة وبتنفض بيطلع عايش شاي طعم حلو جدا لأن هي بتحط التراب والرمل عشان يستوي بتغطي تماما بس في النهاية بعد ما بيتنظف بتكحته بعد كده بقى بسكينة طرف سكينة اه تبدل كده 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 فكنا بتشيل الطبقة دي اللي هي الطبقة الرمض هي كمان بتغطي لازم عشان يستوي لأن هو كمان سميك يعني هو مش خبز مش خبز عادي اه مش خبز رفعي وبتقطع بعد كده اه ما هو ده كده هي انتهت منه ده بتقلبه النحية التانية وبرضه بيتغطى تاني وبعدين تشيله لحد ما يستوي تماما بعد كده يتشال من نار ويتنظف بقى بسكينة وهنا بقى الدكتور قدر اقول ده مثلا بيتم التعامل معي في اماكن بقى صحراوية جدا اماكن ممكن بدوية احيانا ده حدث كنت معانا بقى يعني بتخيل لا لا دي حقيقة هنا بقى بنقول ايه لأني ما عندهاش فرن في البيئ ان الزروف البيئية بتحكم بقى هنا النهاردة زي بالزبط كده اللي هما الرحل اللي هما اللي على جمال اللي في الصحارة طب دول النهاردة ما عندهمش لا فرن يحطوا ولا كهربة ولا غاز ولا حاجة خالص فبيعملوا ايه بيجمع حطب ويجمع حطب من الصحراء قدامه ويروح مسخن حجارة معينة اهي يا دكتور هي كده بتكحت ايوه بتكحت بسكينة فيرجع عايش ده مجهود برده بيبقى جميل جدا بس شوف انجابة الاصالة اللي هي بتعمله طبعا خدنا بقى احنا عينة من الخبز ده دايما ما بنروح اي مكان بناخد عينات من الحاجات اللي متصنع درجع للمركز بنحللها نشوف كميتها الغذائية ايه ونشوف ايه اللي ناقص فيها واني زيت فيها وده هنا ده دور العلم بقى حطين ده بقى جداول فيها القيمة الغذائية ايه بقى القبوري 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 القيمة الغذائية ايه مكونات يعني فيه طبعا فيه بيبقى دقيق درة في دقيق قمح فيه احيانا بتحط عليه حلبة كل الحاجات دي بتبقى حاجات مغزية جدا ليهم حلبة ودرة وقمح ده اكتر البتاو انما القبوري بما انه خبز صحرا فهو بيبقى دقيق عادي ومية وما فيش تخمير كمان يعني ما بيتعرضش لتخمير ده خبز بسيط جدا علشان يتواقم مع الظروف بتاعة الترحال الموجودة في الصحرا وما يخدش وقت بالزبط كده عشان كده اغلب الخبز الصحراوي ما بيبقاش مخمر اغلبه بيبقى خبز بنسميه مسطح لانه ما بيبقى وخليني اقول ده بتاع النار الصحراوية بالزبط يعني طيب الفرن البلدي بقى موجود في الصعيد زي ما هو موجود في الريف طبعا طبعا الفرن البلدي ده ايه اشهر الحاجات بقى ما احنا نهاردة في ليلة سهاج طبعا ايه اشهر الحاجات في الصعيد طبعا زي ما دكتور نجدي قال العش الشمسي ده رقم واحد ده ليتو كوس معينة في صناعته يعني لازم العش الشمسي اولا بتصحى مبادر جدا السيدة السعودية بتاعجن العجين بتاعها قابليها بيوم بتبقى عاملة الخميرة ايه والخميرة دي اكتشفوها صدفة من ايام الفرعنة يعني كانوا برضو بيعجنوا عاجين عادي جدا فضلت جزء من العجين لتاني يوم اه ولتالت يوم فاتخمرت فوجه ان لما بتتحطي تاني مع العجين العجينة تعلق يبقى عندي طبقتين ايه غير العش المسطح اللي هو بيبقى طبقة واحدة صح فهم استفادوا من ده دي جات مع التجربة طبس ده يؤكد على توارس الأجيال دي حقيقة يعني اللي هو الجد عن جد عن جد ومزات ستات البيوت فضلوا يتوارسوا محافظين عليها لغاية اللحظة ديت لدرجة انهم بدوا بعد ما كان العش الشمسي على مستوى عائلي طبعا بيبقى الرغيف حوالي 400 جرام 500 جرام تقيل لان بيقعد معهم مدة اسبوع اتنين بيقطعوا فيه بقى يعملوا كمان على مستوى تجاري بقى وزن الرغيف بيبقى أقل شوية 150 جرام وبيبقى بقى في الأسواء مثلا الرغيف بخمسة جنيه بعشرة جنيه على حسب عمر محد من الأساريين رصد باللغة الهيروغليفية حاجة عن الأغزاء موجود ده موسق من قيم الفراعن على الجدران المعابد وده شفناه ومطابق للكلام ومطابق لغاية النهاردة طريقة صناعته هي الموجودة على الجدران المعابد أنه كانوا الأول بيحطوا العجين على زي جلة كده طوروها وعملوها على فلين الجلة دي بتاعت الحيوانات آه ده عشان سبوب في الشمس يقعد حوالي 8 ساعات نوع من التخمير وهكذا فطبعا إيه حصل تطوير فيها لا بقى على يعني طبق اللي هو الفوم من العجين الورق من الورق وبرضو نفس بقى مصانع أيمع عليها يعني النهاردة بيصنعونهم الفلين ده أنا عايزة أرجع وأقول برضو هذه الموسوعة المحترمة جدا اللي بتأكد على أنه ده تاريخ أكل المصريين بصب يعني ماذا كان يأكل المصريين كانوا بيأكل ماذا يأكلونا المصريين فاحنا حنعرف من هنا ده احنا سجلنا اللي هو الشلولة اللي دايما شلولة وده كانوا بتاريخ عليهم ماذا يأكل المصريون يبقى إذن يعود إلى الموسوعة ده يوم ما بيعملوا العيش الشمسي لازم يعملوا الملوخية جنبيها وبيعملوها بطريقة بسيطة جدا الملوخية النشفة مع لمون كتير مع فلفل ده أكل صعيدي ده آه ومع بعضها مع مياه ساعة تلج آه وأنا طبعا وأنا بتفرج على الكلام ده قلت يعني إيه ده صعب ده لكن لما دقتها في غاية من الجميع انت جوعتين يا دكتور وقيمة غزائية فيها لأن فيها مضادات حيوية وفيها مضادات أكسادة طبعا أكتر من رائعة ففعلا لهم أكلات مميزة جدا طيب الموسوعة دي بعد ما ننتهي منها يعني هنا دي موسوعة كبيرة هايزة بس أوري لأستاذ المشاهدين كبر الموسوعة عامل إزاي ده حوالي 520 ورقة 520 ورقة دول عن الخبز بس عن الخبز بس ولسه عاوزين زيها موسوعتين خبز بس عن الخبز بس حيروحوا فين هل حيتم تصدرها هل هتروح معارض دولية هل هتروح مكتبات هل هتروح أماكن بحسية يعني هتروح فين طبعا إحنا دلوقتي الموسوعة فعلا فيه تقريبا في كل مكتبة جامعة موجود نسخة من الموسوعة طبعا أكاديمية البحث العالمي كمان بتتولى المرسلة للجمعات وعشان يبقى موجود عمل زي ده موجود في كل الأماكن البحثية المهتمة بالشكل ده الأكاديمي على مستوى مصر هل ممكن اقترح اقترح معرفش ده يبقى صح ولا إن موسوعة زي دي تبقى موجودة في المتحف الكبير إن شاء الله تبقى موجودة في المتحف الكبير ومكتب تسكنديرية كمان يعني كنت عادة معاك بقى بجد طيب إحنا على الشيشة بنشوف دكتورة نهال ده حاجة من الفيومي ده إيه بقى شرح لناك ده العيش الفيومي برضو ده العيش الفيومي ده نموذج من نموذج العيش البلدي لما جانا نرصد العيش البلدي لأنه كل مكان بيعمله بشكل بشكل يعني هو ممكن تكون اللي هو البلدي اللي وصل للقاهرة بشكل مختلف عن اللي إحنا شونا في الفيوم بسأقولك بحس إنه في المحافظات والسعيد بخيره أكبر ومليئة حاجات بخيره العيش الفيومي ده خلينا أقول لحدك برضو بالنسبة ليه كبير العيش هناك طبعا بيبقوا عائلات وأسر ففعلا الرغيب بيبقى كتره كبير صح يكفي العيلة الحاجة التانية الجميلة ما بيأكلهش الرغيب كله يوم أسمينه نصين أيوة جزء جففوه يعني ينشفوه بحيث إنه يبقى ملدين مع الوقت ياخدوه لفتة لأي حاجة تانية يعني يعد مدة أطول لأنه طبعا الفريش التازة وده تفكير اقتصادي ده هيلين طبعا ست البيت ست بيت تانية هيلة فعلا طيب نرجع تاني دكتورة نهال ده الفرق بينه وبين العيش اللي احنا بقى شفناه في الصعيد لا الحقيقة فروق كتير يعني عيش الصعيد قائم بالدرجة الأولى ازاي من دكتور مكدي أشهر على العيش الشمسي وقائم على هامش وصناعة خليني بس أقول حتة كده في العيش الشمسي إنه الأطباء اللي هي الوقتي بيتعمل عليها العيش الشمسي لقوا منها حاجات فعلا موجودة فيه كحفريات في المقابر الفرعونية بيدل على ربط كبير جدا ما بينه وما بين العيش الشمسي بتاعنا هولو ففعلا إحنا مرتبطين بالتاريخ بتاعنا بشكل كبير جدا العيش الشمسي ده نموذج أساسي فيه العيش اللي في الصعيد بيسموه المرحرح هو أقرب صورة للبلدي شكله بيكون يمكن أصغر شوية من ده لكن لولو بابة ده فتة؟ ده فتة معمولة من الرؤاء من لبن بقى؟ بيكسروا رؤاء؟ لا شربة حدقة شربة حدقة برضو من الحاجات الأكلات المميزة جدا برضو الموجودة في الصعيد ما دي الفتة بديل عن الفتة بتاعنا اللي هي بتاعة التوم والسلسة وكده هم بيعملوها أكتر بالشربة ده الشكل السئل خلينا برضو قول لحضرتك أحد برضو يعني نواتج أو مميزات الموسوعة اللي احنا عاملينها حاليا دلوقتي احنا بنشوف أهم المنتجات المنتجة في المحافظات المختلفة تمام لقينا حاجات حلوة جدا للأطفال بيحبوها في كل محافظة تلاقي فيه وجبة الأطفال بتاعشائها يعني زي العصيدة مثلا أيو بيحبوها جدا عصيدة هي بقى لحمة وصومة؟ دي إي لا أبدا دي إي ومية بيسخنوها وبعد كده يحطوا عسل اسود أو الديبس بتاع التمر يعني زي كريب يعني بس بس بطريقة تاني خلص يعني زي البطاطس البورية آه تمام حدقة يعني آه لا حلوة حلوة بيحطوا عسل اسود أو طمر آه عملنا إيه بقى احنا في الموسوعة برضو من مخرجاتها إن احنا خدنا وجبة من الحاجات دي وطبقناها مع بنك الطعام المصري آه تمام اتفقنا معهم هما برضو ليهم فضل معاني إنه هو فعلا عنده مطابخ في مدارس كترة جدا أيوا صح فعلا خدنا التجربة دي وروحنا المدرسة من المدارس وصنعناها هناك اللي أولاد انبهروا بيها هبارة عن مكرمشات آه وحطناها بيه احنا بقى كان دورنا كبحث علمي عملنا فيها تعديلات بسيطة لكن قيمة غذائية عالية اللي مفيش مواد حفظة طبعا هنا قدمتوها للأطفال المدارس اللي موجودة في السعيد لأنه أنا لو سعادية متعودة على الطعام ده هيعجبني دي حقيقة لكن يمكن لو أنا من محافظة تانية هاستغربه دي حقيقة فعلا عشان كنا بس أن احنا في مارسة مطروح رصدنا حاجة اسمها المفروكة أنا عارف المفروك رائعة زي الشعرية رائعة يعني هي برضو قريبة منها بس إيه بيبع عليها طمر وزيت زاتون وحبة البرقة وتخينة شوية فالأولاد برضو بيحبوها يعني إذا بحضرتك كده حضرتك إنه ممكن أطبعها في مدارس مارسة مطروحة المفروكة مثلا أجي في محافظات الصعيد يبقى أعمل له مثلا البتاوي الفلاحي بيحبوه جدا أو البتاوي الصعيدي وهكذا بندور على كل حاجة فيها إحنا برضو موسعتنا تميزت إن إحنا عندنا حاجة اسمها التنمية المستدامة يعني إيه التنمية المستدامة فيها دي إن أنا النهاردة ما بروح لأسرة من الأسر دي بحسسهم بأهمية العمل اللي بيعملوه يعني النهاردة زي العيش الشمسي الأسرة اللي رحنا لها حسسناها إن العيش الشمسي ده مهمة جدا ليها فكرنا برضو في بعض الفنادق الكبرى لما يأخذوا بعض السيدات اللي بتتقن هذه الصناعة وتعملها قدام السياح بيعشقوها بينبهروا بالحاجات دي أه بينبهروا فعلا بيه أنا سعيدة كمان بالموسوعة إن انتم مش بس انتوا رزدين الطبيعة التاريخ الجغرافية المحاصيل الخريطة الموقع الجغرافي يعني كل شيء مربوط بالأكلة هل أنا بقى يعني خليني نتكلم بشكل لو أنا بقى جيت لأشهر برامج الطبخة على شاشات التلفزيون وبدأت أقوله بدل ما تعمل لي الحاجات الغريبة أعمل لي بقى الحاجات اللي فيها تاريخ وحضارة ده هدف أساسي من أهدف الموسوع أولا إحنا بنستهدف أن الأكل ده يكون في يوم الأيام على قوائم اليونسكو مسجل باسم مصر طبعا بنستهدف أنه يكون في حاجات من الأكلات دي يكون لها مؤشر جغرافي زي مثلا الجبنة اللي بتتصنع في كهف معين في مكان معين وليها علامة جبنة ركفور صحيح وأصبح لي علامات تجارية إحنا نستهدف أن أكلنا أكلنا ويبقى موسق يبقى ده مصري من محافظة كذا يعني زي الكوشري زي الطعمية النهاردة بيتخنقوا عليها إسرائيل بتقول ده الطعمية بتاعتنا بالرغم الده أصلها فحنا نلحق بقى بالعلم والمعابد وككل التوصيل زي برضو مصر الطيران برضو إن شاء الله بنحاول معهم تحطوا حاجات ويقولوا على خطوط مصر الطيران لأهل سهاج لأهل إنا أو الصعيد وحيبستوا جدا عايزة أقول لكم حاجة افتكرتها ونختم بيها السيد الرئيس الحقيقة في أحدى المقابلات أو أحدى المؤتمرات اللي بيبقى موجود فيها كان بيتكلم بأنه مش معقولة كمية برامج الطبخ الكتيرة هو أنتم المصريين عارفين يكلوا إيه بس أعتقد أنه السيد الرئيس هيبقى سعيد جدا بأنه يكون فيه موسوعة تعلم الناس الطبخ المصري بجد والحاجات المصرية يعني أنا مثلا من الشرقية أحب أكل حاجة من السعيد وبتاع السعيد يا كل حاجة من الشرقية وهكذا يعني ندوب في بعض أكتر صحيح زائل تسليط الدوق على الحاجات اللي لها قيمة غزائية عالية جدا ممكن تكون موجودة في مكان وش موجودة في مكان تيني أكيد فتعمم الفايدة وتعمم كمان إيجادة استخدام الموجود في المحيط بتاع البيئة من مكان لمكان أكيد أنا سعيدة بيكون جدا وسعيدة كل ما يكون في علم ويكون في بحث نحس كده أن احنا على الخريطة الحقيقية إن شاء الله دكتور مجدي محمد السيد بشكر حالك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك يعني نورتنا دكتورة نهال سامح نورتنا شكرا نهال والموسوعة الرائعة المحترمة دي الحقيقة من مطابع المتحدة أنا بجد بحييهم يعني حاجة فخرة أنا بنشكر والله الجماعة تعابلين معنا جدا حاجة فخرة جدا بشكركم وبتمنى كمان أنه الناس يقدروا يتابعوا الموسوعة موجودة على الانترنت بقى نستشوف الصور هو برضو كان فيه خبر حلو إن شاء الله حنقوله وقريب أن احنا فيه در نشر إنجليزية حتنشر الموسوعة بالكامل بإذن الله بس لما نخلص من أعدادها لما تخلص من أعدادها حنوالي معاكم برضي لينا جلسة دانيا مع عدد ديني ومع دول بلدنا غنية جدا ومحافظاتنا غنية وزي ما قلت لكم النهاردة كنا مع سهاج أو سهاج زي ما أهلها بيقولوا هنيئا لسهاج هنيئا لمصر هنيئا لمحافظاتنا الحلوة يوم كان رائع شفنا أهلنا في السعيد الفرحة والزغريد والاستقبال علشان هم حقيقي حسين إنه بلدهم الحلوة وبلدنا بتبقى على خريطة التنمية الحقيقة استمتعنا جدا بشكركم غدا لقاء جديد مع التاسعة أرجوكم ابقوا معنا اشتركوا في القناة